يزداد الأمر سوءا يوما بعد يوم في كلية ناصر العلوم الزراعية جرى توقف العملية الدراسية فوصل بها الحد أن تصبح جرداء قاحلة بعد أن كانت خضراء جانعة تأثر الداخل إليها القاعة والمختبرات قد أصابها الخراب والدمار جرى الحرب التي شنتها ماليشيات الحوث وصالح على البلاد كما تشاهدون الكلية تعرضت لأضرار بسبب الحرب الأخيرة الذي قام به الانقلابيين وكذلك بسبب التفقيرات التي قام بها بعض المجموعات وكذلك بسبب إهمال من قبل السلطة المحلية سواء أو إدارة الجامعة والكلية بسبب هذه الحرب والكلية تحتاج إلى نوع من التأهيل لمواصلة مسيرتها الأكاديمية والعلمية والبحثية وهذه الكلية طبعا كلية زراعية والمنطقة نحن في محافظة لاحق منطقة زراعية تحتاج لها رغم الظروف التي تمر بها الكلية إلا أن ذلك لم يمنع الطلاب من مناشدة الجهة المعنية في الوقفة الاحتجاجية بضرورة استكمال حقهم في استئناف العملية التعليمية حتى يستطيع من استكمال ومواصلة مسيرتهم في الحياة ولو حتى بأبسط الإمكانيات ولكن دون جدوى عمادة الكلية بدورها أشرت إلى أن الكلية غير قادرة على استئناف الدراسة نظرا لنعدام الوسائل التي تساعد في العملية التعليمية فهنا التطبيق يأخذ الحيز الأكبر من القانب النظرية فالمختبرات والقاعة قد نالها النصيب الأوفر من الدمار ولكن التوقف سيجعلها بحسب مناشدة الطلاب عرضة إلى النهب والسلب لأن توقف الدراسة يجعل أراضي الكلية عرضة للبسط والنهب وأيضا توقف الدراسة يجعل الشباب عرضة للأنخرات إلى المجهول تبرز جليا أن الحياة عضو من جديدك هذه الزرة التي أينعت من بين الركام والدمار والجفاف الذي طال الكلية كأنها تقول لا زال الأمل موجود طالما أن هناك حياة هنا وقف الشباب للمطالبة بأبسط حقوقهم وهي استمرار العملية الدراسية إسوة بباقية الكليات مطالبين عمادة الكلية وجامعة عدن أن تعيد لكلية ناصر العلوم الزراعية مكانتها التي لا طالما عرفت به اختار شعتل لقناة بلقيس من كلية ناصر العلوم الزراعية بمحافظة لحق موسيقى